ثلاثة مواطنين وأصيب عشرة آخرون جراء تفجير إرهابيين سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات في بلدة كناكر بريف دمشق السيارة المفخخة مسروقة من نوع مازدى بيضاء اللون وانفجرت قرب جامع العمر في البلدة ومن بين الضحايا نساء وأطفال وقد ألحق الانفجار أضرار كبيرة بعدد من منازل الأهالي وممتلكاتهم القريبة من المكان وفي دمشق أطلق إرهابيون ظهر اليوم قذفة هاون على صالة الفيحاء الرياضية ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة فيها إلى ذلك دمرت وحدات من جيشنا الباسل خلال عملياتها المتواصلة ضد إرهابي جبهة النصرة كميات من الأسلحة والذخيرة وقدت على عدد من الإرهابيين من جبهة النصرة قرب مدرسة السواقة في بلدة الحويز بريف حما كما أردت عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم رشاشا ثقيلا كانوا يستخدمونه في استهداف الأهالي والمواطنين في قرية الجابرية بريف الغاب